يحب المصور كريستوف فانديوال وزوجته إيزابيل استكشاف الأماكن المهجورة يعترف كريستوف بأنه يختبر أحاسيس يصعب وصفها عندما يدرك أن الحاضر حالة مؤقتة ومارقة وأن الإطمحلال والتلاشي يطال كل شيء أو عندما يسمع الأصوات التي تكسر الصمت المقيم ولكنه في الوقت نفسه يحاول الحفاظ على سرية الأماكن التي يلتقط فيها صوره من أجل حمايتها أعجبتنا صور كريستوف كثيرا ونظن أن المظهر المهجور لهذه المباني المهيبة بإمكانه أن يحولك إلى فيلسوف مفكر قلعة فرنسية على وشك الإنهيار دفيئة نباتات مهجورة لماذا لم يأخذ المالكون هذه الكتب عندما غادروا المنزل؟ قلعة مهجورة في فرنسا تحتل الطبيعة ببطء زواياها واحد من أجمل المسارح التي رأيتها في إيطاليا وقد أضحى مهجورا تم التخلي عن هذه الفلة جميلة لعدة عقود وكأن الزمن توقف بداخلها كانت خزانة المطبخ مليئة بالطعام بينما امتلأت الخزانات بالملابس ترى أين ذهب أصحابها؟ احذر أن تلدقك البراغيس إنه واحد من أخطر المنازل التي دخلت إليها على الإطلاق لو كانت الجدران قادرة على الكلام فلا ديكتاتور مهجورة في البنتغال لم يعد هذا البيان قادرا على تحمل وزنه تم هزر هذا المعبد عام 1994 أعتقد بأن اللون المفضل لديهم هنا كان الأخضر متنزه ملاهي مهجور في ألمانيا منتجع مهجور في مكان ما من فرنسا قلعة ضخمة مهجورة وجدت هذه العربات القديمة في دير مهجور بإيطاليا أصغر غرفة داخل قلعة كبيرة مهجورة في فرنسا أحب تصوير الكنائس خاصة تلك التي يغطيها الغبار عسرت على غرفة النوم هذه في منزل مهجور بإيطاليا الشيء الوحيد الذي لم أفهمه هو سبب وجود سريعيكية هنا استعادت الطبيعة سيطرتها على محطة الطاقة هذه يطل هذا المبنى الجميل حديث الطراز على البحر تم التخلي عن الفلا بالكامل عام 1998 بعد انهيار جزء منها كان من المفترض أن يتحول هذا المجمع إلى منتجع سياحي لولا أن المشروع توقف بسبب صعوبات مالية هجرت هذه القلعة التي تعود إلى القرن التاسع عشر قبل عدة سنوات كنيسة بسجاد أخضر أحيانا نتجمد من هول المفاجئة عندما نستكشف بعض الأماكن المهجورة كيف كان شعورك وأنت تنظر إلى هذه الصور أخبرنا في التعليقات أدناه أصدقائل أعزائي أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات موسيقى موسيقى